اتصالات سرية وتحذيرات من قنوات ديبلوماسية غير معلنة وحرب نفطية تدق أبواب المنطقة إيران تخطط لمفاجأة مدوية وعلى الجميع الحذر ضربة الكيان التي تنتظرها المنطقة كرد على الهجوم الإيراني أشعلت فتيل أزمة محتملة تجتاح ليس الشرق الأوسط فحسب بل العالم كله فما تلك التحذيرات وماذا تعني؟ في تصعيد جديد بالمنطقة نقلت تقارير صحفية بالصحف العالمية أنباء عن إبلاغ عدد من الدول العربية الولايات المتحدة الأمريكية عن موقفها بشأن ضربة الكيان المحتملة لإيران وأبلغت كل من الأردن وقطر والإمارات والسعودية الإدارة الأمريكية أنها لا تريد أن تستخدم الولايات المتحدة أو الكيان بنيتها التحطية العسكرية أو مجالها الجوي بأية عمليات هجومية ضد إيران صحيفة Wall Street Journal الأمريكية نقلت عن مسؤولين عرب أن طهران أبلغت من خلال قنوات ديبلوماسية سرية من أن دول الخليج الغنية بالنفط وغيرها من حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط يمكن أن تكون مستهدفتان حال استخدمت أراضيها أو مجالها الجوي لمهاجمة إيران منذ أيام ظهرت تهديدات إسرائيلية برد انتقامي شديد على إطلاق إيران نحو 180 صاروخاً باليستياً عليها في وقت سابق من هذا الشهر ما دفع بعض المسؤولين بالكيان للمطالبة بتوجيه ضربات انتقامية مدمرة للمنشآت النووية أو البنية التحتية النفطية في طهران وعلى خلفية تهديد الكيان حذرت إيران هي الأخرى من أنها سترد بضربات مدمرة على البنية التحتية المدنية للكيان كما ظهرت تقارير صحفية أكدت تهديد إيران من انتقامها من أي دولة عربية تسهل الهجوم على أراضيها وولستريت جورنال نقلت عن مسؤولين لم تفصح عن هويتهم أنه من بين الدول التي تلقت التحذير الأردن وقاطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وغيرها من الدول التي ينتشر الجيش الأمريكي على أراضيها وبحسب المسؤولين أبلغت تلك الدول إدارة بايدن أنها لا تريد أن تستخدم الولايات المتحدة أو إسرائيل بنيتها التحتية العسكرية أو مجالها الجوي في أية عمليات هجومية ضد إيران وأن هناك خطران من توجيه ضربات للبنية التحتية النفطية لدول الخليج العربي وكذلك للمنشآت العسكرية الأمريكية وموظفيها في المنطقة ما يزيد المخاوف إذا أتحول الأزمة إلى صراع شامل وفي وقت سابق أعلن ثلاثة مسؤوليين أمريكيين ومسؤولون من حكومة الكيان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء في حكومة الكيان بن يمين نتنياهو اقترب من التفاهم على نطاق الرد المحتمل ضد إيران وفي تصريحات صحفية لوكالة أكسيوس أشار مسؤولون أمريكيون إلى أن إدارة بايدن تتقبل فكرة أن يشن الكيان قريباً هجوماً كبيراً على إيران لكنها تخشى أن تؤدي الضربات على أهداف معينة إلى تصعيد الحرب الإقليمية بشكل كبير وتستمر الاجتماعات بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية والكيان بشأن الاتفاق على الشكل النهائي للرد على الهجوم الإيراني من المحتمل أن يسافر غالانت إلى واشنطن في وقت مبكر من الأسبوع المقبل لمواصلة المناقشات مع مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جاك ساليفان ووزير الدفاع الأمريكي لويد أستون فهل يتوصل الطرفان إلى شكل محدد للرد؟ وهل يرد الكيان على الهجوم الإيراني الأسبوع المقبل؟